وزير الخارجي البريطاني في عدن في زيارة هي الأولى لمسؤول غربي رفيع المستوى منذ بداية الأزمة زيارة تعكس تنامي الاهتمام البريطاني بالأزمة اليمنية التي تتولى مسؤوليتها في مجلس الأمن وظهرت فيه لندن صاحبة بصمة فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة والتي أسفرت عن عقد جولة مشاورات بين الأطراف اليمنية أواخر العام الماضي في السويد للمرة الأولى يقرر وزير خارجية الذهاب إلى عدن متخطيا العقبات الأمنية التي وضعتها الرياض وأبوظب عائقا أمام عودة الرئيس ونائبه وقيادات الحكومة إذ وصل جيرمي هانت إلى عدن في غياب رئيس الحكومة المتواجد في أوروبا واجتمع بنائبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية لمناقشة تعثر اتفاق السويد والإجراءات الممكن اتخاذها للضغط على ميليشيا الحوثي لإحراز تقدم في الاتفاق بحسب الخبر الرسمي الوزير البريطاني حريص على زيارة ميناء عدن والتقط فيه عدة صور في دلالة رمزية مفادها كنا هنا وقريبا سنكون هنا أيضا لإدارة الأوضاع عن كثب بشكل مباشر وهو ما قد يعني تقليص الدور الإماراتي والانتقال إلى موقع الإشراف المباشر يرى كثير من المراقبين أن سياسة بريطانيا تعد متساهلة مع انقلاب الحوثيين ولم تبدي موقفا حازما إزاءه منذ أربع سنوات غير أن تحركات هانت الأخيرة ربما تحمل في طياتها تغيرا في الموقف البريطاني وعزما على تنفيذ اتفاق ستوكولم الأمر الذي إن صح قد يترجم إلى ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي للتخلي عن عرقلة تنفيذ الاتفاق قرار بريطانيا مؤخرا بتصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وهو الكيان المرتبط بميليشيا الحوثي وإيران قد يفهم ضمن سياق الضغط على حلفاء إيران في المنطقة وهو ما قد ينعكس على ميليشيا الحوثي خلال الفترة المقبلة تبدي لندن مؤخرا اهتماما أكبر بالملف اليمني في إطار اهتمامها بالمنطقة والصراع الثنائي بين السعودية وإيران الأمر الذي قد يجعل الملف اليمني تحت خطر المساومة في إطار التسويات بين اللاعبين الإقليميين والدوليين إذن تحركات متسارعة لوزير الخارجية جيرمي هانت والمبعوث البريطاني مارتين غريفث والسفير البريطاني في اليمن مايكل أرون كلها مؤشرات تظهر أن الملف اليمني أصبح بريطانيا أكثر من أي وقت مضى لكن كثيرين لا يعولون عن الدور البريطاني حتى ولو حقق تقدما طفيفا في اتفاق ستوك هولم إذ أن المشكلة اليمنية أعمق من قضية الحديدة والميناء وتفاصيل إعادة الانتشار ترجمة نانسي قنقر